سلام عليكم يا جماعة النهاردة عندنا تاني لسن ان شاء الله. انا عايز بس الناس تاخد الموضوع واحدة واحدة. الكورس لسه تحت شهور وهو كورس مكسف. وعايز برضو اقولكم انه احنا في اول كم حصة الموضوع بقى وسيط وسهل وتحس انها اساسيات اقل حتى من اي تو. بس لازم نبدأ به. لانا ما ينفعش الاساسيات دي تقع منك خالص. بس الكورس مكسف والكورس ستة وتاتين ساشن فهو كبير. يعني انت من نومبر فايف مسلا او سكس حتى تلاقي الدنيا بدأت شد جامد. يعني يعني خليك بس صبور معي شوي. طيب. احنا ان شاء الله هنبدأ النهاردة ناخد الايه? الناشوناليز. تمام? وناخد الجمل. بس عايز اقولكم على حاجة. الملفات اللي بتترفع على احنا بنرفع البي دي اف وبنرفع الباوربوينت. الاتنين زي بعض. الباوربوينت برفعو. عشان لو انت عايز تطبع ممكن تشيل كول الخلفية والالوان والكامدة وتطبع عب يضوز بالبس. وعندك ملفات ملف الهو الهومورك بتاعك اللي هو بيبقى وورد. اه وبعض الملفات الصوتية لو الحصة فيها ملفات صوتية. بتبقى الملف الصوتي مكتوب عليه اسم ده بتاعيه بالزبط. هل ده واجب ولا ملف خدنافع الحصة ولا استماع ولا مش عارف ايه كامدة كله موجود. تمام? وفيه طبعا المراجعة. اه مع مع المدرب او مدرب. طيب. النهار ده نتكلم مع الجنسيات. هناخد بعض الضمائر. هناخد فيرب اه هناخد حاجة اسمها وعندنا كل حصة فيها نطق طبعا يعني. الاختصارات. الحاجات دي زي ما قلنا اساسية. تحس انها بسيطة خالص. بس الكورس بيبدأ يشد من الحصة الخمسة او الستة. تمام? فيلا بينا نبدأ بازن الله. هنبدأ الاول بشوية كلمات والجرامر. حاجات بسيطة خالص في هنتكلم على اسماء الدول. وطبعا فيه اه الناس بينتقل حاجات دي غلط. مسلا دي ما اسمهاش كوريا. خالص. اوكي. اه ودي ما اسمهاش للمكسيك. ده انجليزي مش عربي. فهنشوف الحاجات دي بازن الله. خطوة خطوة مع بعض. ممكن ناخد الجنسيات لانه النهاردة الواجب بتاعك انك هتكتب وهتسجل ملف صوتي. في حاجات في في الحصة كلها ياه طبعا. ميكسيكو ميكسيكو. شاينا. اه هنا في تي في النطق. شاينا. ما اسمهاش شاينا. ما فيش ما فيش دولة اسمها شاينا. فرانس او فرانس. اه الاتنين موجودين في اللغة الانجليزية. كوريا. مش كوريا. كوريا دي بالعربي. دي كوريا. هنا طبعا مفهود تبقى تاخد ذا. عندنا حصة كاملة في الكورس عن موضوع ذا. والإيه والآن. United States. كاندا. United Kingdom. استراليا. استراليا. هتحس انها اسمها بالعربي استراليا بس هي بالانجليزي استراليا. يبقى ميكسيكو. شاينا. فرانس. كوريا. United States. الولايات المتحدة. كاندا. United Kingdom. استراليا. بعض اسمها الدول بتاخد ذا. زي امريكا وانجلترا والفلبين ومش عارف ايه. وهولندا وكده. وفيه. طبعا الاغلبية ما بتاخدش ذا. ما ينفعش معها ذا. زي مثلا ايجيبت. ما ينفعش اقول ذا ايجيبت. ما ينفعش. عندنا حصة كاملة في الكورس. اعتقد رقم ستاشر لو انا فكر صح يعني. عن موضوع ذا والإيه والآن. حصة كاملة يعني. وحصة كاملة تانية عن الفرق بالميك ودو. يعني برضو دي حاجة محتاجين نعرفها في المبتدين. ناخد بقى اسماء الجنسيات. ودي السلايد دي. يعني بقى الناس المجتهد اللي بيسألون نذكر ازاي. انا هنطق لك وديك شوية نوتس على الجنسيات. واسماء الدول. محتاج انك تنطقها مرة واثنين وتلاتة. عايز تكتبها مرة. اوكي. بس احنا مش بنذكر بالورقة. لا يا ما احنا مش هم نترسة. خلي بالكم الحكاية دي. ولا بنحفظ. ولا بناخد الجرامر كأنه شوية الجرامر مش قواعد باخدها عشان يتكون المضارع البسيط من مش عارف ايه. حتى لو عافش اقولها بالعربي يعني. الفكرة انك انت لما تخلص الكورس هيبقى عندك القدرة انك تعرف تتكلم باستردام الجرامر. ده ده انا عايزك تعمله. انا ما يهمنيش انك تعرف يعني انت معلوماتك ايه عن الجرامر. مش اسألك لو انت بتتكلم صح. خلي بالك. محدش هيسألك حتى في امتحان الايلز. اللي هو الامتحان الدولي. اشغل انت حان في العالم. اللي شهدته معتمدة فعلا. وبتسافر بيها هجرة ومنح وشغل ومش عارب ايه. ما بيسألكش في اي الجرامر خالص. انت بتستخدم الجرامر اصلا وانت بتتكلم وانت بتكتب. لكن هو ما فيش اسئلة بقى هنا نحط live ولا lives ولا living مثلا. لا لا ما فيش الكلام ده خالص. ده ما ينفعش يعني. فانت بتاخد الجرامر معي في الكورسات عشان تستخدمه. مش عشان تبقى فيه بتعف تحلي كويس. زي مثلا مدرسين السنوي. لا لا خالص. موضوعك تحلي كويس. ده ما يعنيني في اي شيء. اللي هم ملك اللي بتاخده. عشان يتأكد انك انت فهمت السيشن. بس كده. نبدأ. عندنا بعض الجنسيات بتنتهي ب آي اي ان. النهاية بتاعتها آي اي ان. استراليا. هتبقى استراليان. كاندا. كنيديان. ايران ايرانيان. على فكرة الكلمة دي برضو ممكن تسمع نط في افلام امريكي تسمعها بيقولها ايران. هي ايران او ايران. الاثنين موجودين انا سمعتهم. ما عندي في القموس هي ايران بس. اي تالي. اي تاليان. طب ينفع اقول اي تاليان او اي تالي. لا. في الانجليزي ما عندهمش الصوت اللي هو يعتبر بطيب العربي. مش ما نقول عندهم خالص. هي ته. مش طه. ته. اي تاليان. روشا. روشان. ايجيبت. ايجيبشيان. ما فيش حاجة اسمها ايجيبشيان. ايجيبشن. عندي هنا الجي فيها دي في النطق. خليبالك. وعندي البي. وعندي هنا شن. ايجيبشيان. سريا. سريان. جوردن برضو فيها D في النطق لو أنت ما تقطعاش يبقى النطق ده غلط مش سليم جوردينيان مش أقول بقى جوردن ما فيش حاجة اسمها جوردن يا جماعة جوردن سمعت D جوردن بتبدأ الكلمة كأنك هتنطقل D جوردن جوردينيان طيب ساودي أريبيا ساودي أريبيان ساودي أريبيا ساودي أريبيان يبقى أستراليان كنيديان إيرانيان إيطاليان روشان إيجيبشان سيريان جوردينيان ساودي أريبيا وفي جنسيات بتنتهي بالCAN ليه بقى بعض الجنسيات تنتهي بالنهاية دي وجنسيات تنتهي بالنهاية تانية يعني ليه في نهايات مختلفة دي حاجات راجع على أصل اللغة وكلمات دي جاية منين وحاجات مش هنتكلم فيها خالص دلوقتي مش موقعها دلوقتي نحنتكلم فيها أمريكا تبقى أمريكا ميكسيكو تبقى ميكسيكا طيب وفين هيات بتنتهي بـ I في الجنسيات يعني I-S-H آيلاند اللي هي آيلاندة آيريش تيركي تيركيش سباين سمع ال-P ما اسمهاش سباين اسمه سباين سبانيش انجلاند انجلش بريتن بريتش سكوتلاند سكوتش طيب والله يعني ايه الفرق بقى بين بريتش وبين انجلش هو الفرق ما واش علاقة بال بالانجليزي ككورس الفرق معلومات عامة يعني المملكة المتحدة اللي كان فيها آيلاندا وسكوتلاندا ومش عارف جزء اي تاني اللي هي الانجليز استعمروا دول تانية وسموهم مملكة المتحدة كانت حتى تبعها استراليا ونوزيلاندا بس من تاني انفصلوا من زمان يعني لكن انجلترا كمكان الجنسية بتاعته البرد اسمها انجلاند والجنسية انجلش لكن البريتن اللي هي اليو كي المملكة المتحدة بقى اللي فيها جزء من آيلاندا وسكوتلاندا قبل ما ينفصلوا كده فدي بنسميها بريتش تمام طيب جابان في عاجة اسمها جابان لا جابان جابانيز هنا بقى عندي ان هي اي اس اي خلي بقى لك فيه دي في النطق هنا وفيه عندي البي جابان لو انت مش هتركز معي في النطق من الاول اتعف فيه انا مع بص انا مع لو انا بقى لي عشرين سنة بانطق غلط مستحيل او مش مستحيل هو يعني صعب جدا ان انا في حصة واحدة ولا حصتين هانطق صح انا مش طالب منك انك تانطق صح 100% انا طالب منك انك تحاول كل مرة اجتهد عشان لما يعني شهر يعدي واثنين وثلاثة وتكمل كورس المتوسط الموضوع يتحسن معك وتقدر حتى الناس اللي عاية تشتغل في الموضوع الكول سنترز والحاجات دي كلها يعني بتحصل بعد كورس المتوسط الحكاية دي انك لك لنفسها تتحسن جامد اول نطق يعني جابان جابانيز هنا بقى في صوت زيادة اسمعوا كده طبعا احنا لسه ما خدناش الصوتيات احنا لسه بنقول يا هادي لسه يعني بنتعلم نمشي مش هينفع نجري دلوقتي في الصوتيات وعندي جنسيات النهاياتها ممكن تبقى مختلفة زي مثلا فرانس تبقى فرنش جيرماني خلي بالك هتبقى جيرمان بس هنا برضو الجي فيها دي في النطق ما اسمعهاش جيرماني خالص هنتكلم برضو النهاردة عن الموضوع السيلابلز المقاطع الصوتية والضغط زي الفرق بين graduate و graduate كلمة واحدة ممكن تدغط على مقطع مختلف فيها تدي نطق مختلف هنشوفها النهاردة ان شاء الله يبقى جيرماني جيرمان the netherlands اللي ايه هولندا nether th th دي مش زد يا جماعة ما فيش عقا اسمها netherlands لا nether th th لسانك لازم يلمس طرف لسانك يلمس الأسنان الأمامية كده ويطلع vibration هنا اهتزاز th the netherlands عامنا زي ذاكت dutch دي الجنسية هولندي greece هتبقى greek طب سؤال ليه الجي هنا منطوقة j زي جيرماني وهنا منطوقة g greece greece ها ليه الانجليزي ما زي العربي الفكرة الكلمة اصلاها جاي منين زي زي ما خدنا c h مايكل بتكتب منطوقة منطوقة k كانها k يعني ومسلا machine منطوقة sh و chair منطوقة t فيها t تمام و shine فيها t برضو في النطق اوكي فما بارش نسأل كده دلوقتي new zealand new zealand iraq iraqi دي بقى بحط فيها اي بس koweit koweiti انا طبعا هنا عشان بتكلم عربي انا يعني مش اقولك bahrain انا محبش اقولها كده اسمها bahrain بالعربي فهم الاجانب لما يجوا يعني يجوا الشراء الاوسط هقولهم bahrain مش bahrain لان عندي الحافة العربي فانا pakistani tailand taai هنا برضو t h منطقة t t تي بس كأن الh مش موجودة تمام tailand taai يبقى دي الجنسيات محتاج وانت بتذكر بقى هتنطق الجنسيات دي مرة واثنين وثلاثة افرد انت في كلمة مش عارف تنطقها افتح القموس اي قموس نزل اي قموس ناطق واسمها مرة واثنين لو انت ما عملتش بص انا اللي انت بتعمله في البيت ده مش يحصل في اي كورس لا في كورس تفعلي بالكامل ولا كورس مسجل ولا متابع الواطس في حاجات انت محتاج تعملها عشان عقلك مع الوقت يبدأ يستوعب اللغة وتفكر بالانجليزي فدي حاجات اللي لازم تعملها بنفسك محدش يعملها لك نشوف بقى ايه نبدأ ناخد بقى الحاجات اللي هي الاساسية انت ممكن ممكن كلكم يبقى عارف الكلام ده حاجات سهلة خالص بس لازم ناخدها لازم ناخدها في الاول الجملة في الانجليزية جملة بسيطة بتبدأ بالفاعل وبيجي بعدين الفاعل على العكس العربي يبدأ بالفاعل الاول بعدك الفاعل الانجليزي لازم تبدأ بالفاعل الفاعل ممكن يكون احمد او مونة او مايكل او القطة اي حاجة اي فاعل او احنا ممكن تستخدم دمائر بدل مثلا أحمد أقول هي بدل مونة أقول شي بدل قطة أقول لك إت مثلا يعني بدل نحن أو بدل أحمد ومونة وأنا أقول لك وي مثلا أو ذي معناها هم يو معناها أنت أو أنتم I love Egypt He likes Americans She likes Egyptians It's from Nigeria طب عندي سؤال ليه الفعل لما جي معه وشي خد السؤال ده كنت دايما نسأله وانا في المدرسة زمان واروح للمدرس الأول واروح للمشرف الموجه وما حدش كان عارف يقولك هي كده إحنا عارفنا كده لا طبعا كل حاجة في اللغة الإنجليزية لها سبب وساعة حاجات بسيطة زيدينا متعرف السبب بتاعها تحس إنها اللغة الإنجليزية مش صندوق مغلق يعني لا دايما تتفهم عادي وإن شاء الله هقول لكم لما نوصل للحصة بتاعت المدرسة البسيط هقول لكم ليه بنحط الاس مع الفعل الموضوع ليه شرح يعني We love Egypt They love Egypt You love Egypt طب ها عرف منين You love Egypt إذا كانت معناها أنت تحب مصر ولا أنتم تحبوا مصر يعني هي You تنفع مفرد وجامع برضو هناخدها في الكورس إن شاء الله بس بتحمل المعنين بس بتتفهم من الجملة إن شاء الله هناخدها برضو يبقى I أنا He هو She هي It لغير العاقل طبعا يعني هو أو هي لغير العاقل We نحن They هم You أنت أو أنتم كلام يعني سهل خالص طيب ممكن تستخدم برضو my مع noun خلي بالك الفاعل في اللغة الإنجليزية مش لازم يبقى كلمة واحدة أنا ما أقول my car معناها سيارتي عربيتي my هنا دي صفة ملكية بنسب الإسم ده لي أنا إنه الإسم اللي جي بعده my ده بتاعي أنا my car سيارتي ده هنا الفاعل كلمتين بعد كده بقول is big my car is big your car is small هنا is معناها يكون هناخد فعلي يكون دلوقتي your car سيارتك small معناها صغير her car is old بصوا معناها here معناها شعر لكن her دي حاجة تانية her car is old حاول تخطفها بسرعة ما تقولش here car لغاية ما ناخد بس النطق بتاعي her car مش here car سيارتها his car is new أو new بالبريطاني his car is new عربيته بتكون بتكلم على أحمد صاحبي مثلا هنا بتكلم على مون there ما سمعش there خلي بالك the here هنا زي the and the the car is black سيارتهم بتكون سودة our car is fast عربيتنا بتكون سريعة its nose is red هنا it's دي بصفة الملكية الغير عاقل مثلا بتكلم على إرد ولا حاجة مناخير و حمرة تمام its nose is red طبعا انا هاحفز الكام ده انا متأكد ان كلكم عارفين الكام ده حاجات سهلة خلص احنا مش بنحفز ولا حاجة فيش حاجة اسمها حفظ في الانجليزي الحفظ ده هو ما وصلتش لقية نتيجة انا عايزك تكرر الجمل دي مرة واثنين وثلاثة طب ينفع تعدل في الجمل شوية يعني ينفع تقول مثلا my car is بدل big ممكن اقول مثلا old ممكن اقول no عدل بس في الجمل شوية موضوع انك تكرر الجمل ده هو عا تستهوم به ده من أنجح الطرق في البداية بالذات انك تتعلم بها بتبقى الجمل صح قدامك وانت بتكررها مرة واثنين مش بتحفظ انت بتكرر في فرق كبير طيب تعالوا نشوف بعض الكلمات اللي احنا محتاجين عشان نتكلم على family على الأسرة يعني طبعا حاجات برده سهلة خالص فيش فيها اي حاجة ده حتى مش a2 لسه موصلنش لحتى a2 بس هي مقدمة كده grand father grand mother الجد والجدة تعالوا نشوف كلمة grand لوحدها بس كلمة father معاك كلمة واحدة المهم تعالوا نشوف كلمة father الناس بتقولها father لا دي th دي بتهز الأحبال الصوتي لو انت هتقولها father غلط هي father اللسان بيمس الأسنان ويطلع vibrations اهتزاز father father mother father mother برضو th هنا في mother منطوقة لو انت بتقولها كانها z واللسان تحت غلط sister الغلط هنا ايه بقى الناس بتقولها sister شوف ار شوف ار بيفتحها بقوهم ار لا هي ار ايه في البوءك شوية ار اللسان خليه في نص طبعا هناخد الكاملة كله في الصوتيات في الممتدين ومتوسط محدش يلا يعني انت مش هتخلص معاك كرصات غير ما تنتقى الكاملة دي كلها صحة بس لازم اقولك بس من اول هي نطوها ازاي sister ايه في الفم وخالي اللسان في نص الفم اللسان بيبقى في نص الفم من جوه ار مش ار brother برضو th منطوقة th بيبقى father mother sister brother uncle العم او الخال aunt اللي هي الخال او العم او البريطاني يبقى لك aunt nephew ابن الاخ او ابن الاخت nephew ال ph هنا منطوقة f nephew niece بنت الاخ او الاخ او الاخ كلمات سهلة خالص بس يعني انا بحب بدي في الاول لغتا ما تقلوا عن نظام بتاعنا حاجات سهلة يعني grandfather grandmother father mother sister brother uncle aunt nephew niece نشوف اللي بعد كده ايه طيب ناخد verb be طبعا انا متأكد برضو ان هتقول ان الحاجات دي سهلة خالص بس عايز اقولكم ان دي من اكتر الحاجات اللي ممكن تلغبط في البداية verb بصوا الجملة الجملة في اللغة الانجليزية لازم يكون فيها فعل انا مدرس بالعربي صح بالانجليز اللي قلت i teacher غلط ما ينفعش ليه الجملة هنا فيها فعل وفيها كلمة teacher بس هالteacher ده فعل لا ده اسم زي ما نشوف ان شاء الله الحصة الجاية طب فين الفعل ما تبقاش جملة ما هو i فاعل ضمير subject pronoun ضمير فاعل وteacher ده اسم طب فين الفاعل بالانجليز لازم تقول انا اكون مدرس بتستخدم فعل يكون ده هو b معناها يكون سيبكم into دلوقتي ولا كأنها موجودة معنا خلص دلوقتي انسوها خلص كلمة b معناها يكون عارفين في العربي مش الفعل يكون ده بيتغير على حسب الفعل انا اكون انتم تكونون هو يكون هي تكون شايفين الفعل عما يتغير بضف له تا ومرة حطله ايه ومرة حطله الف ومرة زودله مش عارف ايه في الانجليز الفعل ده عامل كده برضه فعل يكون ده لما تقول i مش هيبقى i be لأ هنا am اللي هي اصلها b بس اتغيرت عشان ايه تمشي مع الفعل i انا اكون يعني تمام you are انت تكون او انتم تكونوا he is هو يكون she is هي تكون we are نحن نكون they are هي بتشرع عليهم وتقول هم يكونوا it is هي تكون السؤال بقى هل دي جمع الكاملة لأ انا عندي subject pronoun وعندي verb بس ما عنديش حاجة تكملة يعني انا اكون ايه مدرس انا اكون مايكل انا اكون طويل مريض فعلي اكون يا جماعة بنستخدمه عشان نصف حالة انا اكون تعبان النهار ده يا جماعة بالانجليزي اقول لك i am sick today i am tired today مثلا يعني مريض تعبان بقى لسه ناخد الكامل ده فهو بيعبر عن حالة زي ما نشوف ان شاء الله بعد كده بدرس الصفات طيب بس هي مقدمة انه معناه يكون am i am he or she it بياخده is يعني بي بتتحول is we وthey وyou بتاخد are سواء you معناها انت او انتم لازم تاخد are لازم طيب هل كل جملة لازم يكون فيها فعلة يكون لا طبعا افردنا انا بشرب قهوة هقولك i drink coffee i drink coffee عايز اسألكم سؤال على الشات بس بسرعة كده جماعة اوكي جاوبوا بyes or no هل هنا حرف ال in انت سمعت صوته i drink coffee هل سمعت صوت ال in مش قوي بسيط ميتة انك تعرف تقرر رموز الصوتية انك هتعرف تفهم ان الكلمة دي ما بقولش i drink ما بقولتش كده خالص ما بقولتش drink خالص الكلمة دي ما بيش فيها حرف ال in في النطقة اصلا خالص نهائيا يعني وما بقولك ايه i drink لا 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 ما بيش فيها صوت ال in خالص ان شاء الله لما نتكلم عن نطق ال in هتعرف ليه ان شاء الله يعني بس ازا بقولكم الكورس بيزدد في الصعوبة كل حصة بس الفكر انه مش هينفع فجأة كده اول حصة اقول لكم بقى المقرنة بين المضارع التام ومضارع البسيط ومستمر ما ينفعش مش منطقي يعني فبناخد الاساسيات واحدة واحدة ما تلاقوش يعني طيب نرجع لموضوعنا هل كل جملة لازم يكون فيها لوا بي دا لا انت بتستخدم يكون دا لما تبقى عايز تتكلم تصف حاجة لكن انت عايز تقول انا بشرب قهوة هجيب هنا اي انا اكون لا انا بشرب عطول اي درينك كافي يو درينك كافي ذي هم درينك كافي وي درينك كافي هي درينك كافي هي درينك كافي ات درينك ملك بتكلم على القطة مثلا ما تشربش قهوة بتشرب لمن ولا حاجة خلي بالك مع هي وشي وقت الفعل خد ودي لها لما نوصل للحلقة ان شاء الله هشرح لكم بس اخد بالك منها بس انا متأكد ان اغلبكم واخدها بما لا سيعان تمام يبقى انا باستخدم الفعل اللي انا عايزه في الجملة انا بعيش في مصر هقول ايه هقول اي ام لأ خالص هقولك اي لف ايجيبت او اي لف ان كايرو مثلا هجيب الفعل اللي هو يعيش ل اي في اي تمام لكن انا مريض انا طويل انا مايكل انا اكون مايكل انا اكون مريض انا اكون طويل الحكاة دي من اكتر الحاجات اللي بتلغبط الناس في البداية ساعات يا جماعة هتلاقوا الناس بيحطوا ام يقولك اي ام على طول يقولك اي ام درينك كافي مفيش حاجة اسمها كده خالص خالص يعني ودي حاجة يعني هنسبت المعلومة دي ان شاء الله الحصة الجاية كمان طيب بيجي كفعل رئيسي كبداية هنقول بيجي كفعل رئيسي يعني ايه فعل رئيسي بص يا معا الجملة في اللغة الانجليزية بيكون فيها فعل واحد رئيسي في الجملة يعني رئيسي هو اللي بيحمل معنى الجملة ايه ده هو الجملة الانجليزية ممكن يكون فيها اكتر من فعل اه عادي خالص ممكن جملة بسيطة يبقى فيها ثات افعال وربعة زي ما نشوف ان شاء الله برضو الفترة الجاية ما تلقاش هناخد الكلام لكله يعني طيب هنا دلوقتي ما عنديش غير فعل واحد في الجملة بس ايه 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 هل ينفع اجيب ايه 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 دي برضو هناخدها بعدين اللي هنا حطنا اس هل ينفع نشيل اسم هنا جماعة هنشوفها ان شاء الله برضو هل ينفع نشيل اسم الجملة دي ينفع ان شاء الله و هنعرف ليه بس واحدة 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 عام انتم مستعجلين بس واحدة واحدة يعني كله هيتشرح وعدكم كل اسئتكم هيتم اللي جابة عليها في الكورس طيب في النفي لما بتنفي فعل بي ده بتحط له not not بستخدمها عشان انفي الفعل I am not Egyptian أحمد is not Egyptian هجيب أحمد بدل هي بقى بدل لما أقول شي هقولك مثلا مونا هغير شوي مونا is not Egyptian you are not Egyptian you are not Egyptians we are not Egyptians وهكذا تمام فبحط له not كل الكلام ده كلام بسيط خالص ما فيش فيه أي صعوبة طيب ناخد بقى حاجة اسمها contractions في اللغة الانجليزية لما الناس تقولك أنا عندي مشكلة في الاستماع بيأكلوا الكلام هم مش بيأكلوا الكلام ولا حاجة هم بيأكلوا أكل زينا عادي الفكرة ان وإحنا بنتكلم أنا بتكلم من القلب يا جماعة خدت بالك أنا عملت إي دلوقتي بالعربي بيحد خدت باله أنا بتكلم لا مش موضوع كناية أنا مش بالكامعة دي أنا بتكلم وأسرق بالضبط قلت من القلب على طول ما قلتش من القلب فأنت هتلاقي أنك أنت بتعمل كده في لغتك بس أنت عشان بتتكلمها من وإنت صغير فأنت مش حاسس آه تعشرب شاي بالضبط تعشرب شاي بالضبط مش تعال اشرب شاي فهم برضو في الإنجليزي بيعملوا كده هل عملك سمعت واحد أمريكي أو بريطاني يقولك أنا وإنت ما بيحدش بيقولها كده هم اللي بيقولوها إزاي هل سمعت هنا حد سمعت أن دي جماعة أنا ما سمعت ما قلتش أن دي أصلا ودي حاجة بيسموها في الإنجليزي الخطاب اللي هو المتصل ببعضه الكامات بتبقى متصلة ببعض آه قلت أن فالفكرة ان احنا هناخد الكامات طبعا من أول المبتدين لغاية المتوسط وفوق متوسط اللي هو الكورس الجزء المتوسط يعني بس هناخده واحدة واحدة دي عامية طبعا في الSpeaking أكيد لو هتكلم رسمي مش هينفع أقول الحاجات دي خالص يعني المهم عندي اختصارات كلمة معناها اختصارات وفي اختصارات كتيرة كل ما بتعرفها كل ما تلاقي الليسنينج عندك بيتحسن في ناس معتقدة أنها عشان الليسنينج يتحسن لازم أسمع بس لا اسمع بس أوكي مفيش مشكلة بس هل تسمع فقط يعني لا محتاج أنك تفهم الأول قبل ما تسمع I am هتبقى I am He is هتبقى He is She is هتبقى She is ايه ده طب لو قلت She is معناها ايه لو حتطلها تيف النطق يا جماعة She is معناها جبنة طبعا في النطق لو انت هتزود على الصوت اللي هنا اللي أنا قلته ده تيف النطق She is بقى الجبنة إيه ده مش كلمة ممكن يكون معناها هناك صح مش دي معناها هناك صح ولسه واخدين احنا برضو كلمة تانية there اللي هي فين يا جماعة صفة الملكية اللي هي فين 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 يا جماعة اهي their car نفس النطق سيارتهم there هي هي نفس نطق ثانية واحدة الاختصار بتاع they are هتبقى نطقها there برضو وthere ليها t-h-e-r-e ليها هناك طب انا عارف منين بقى ما كنت هتلغبطنا ليه هعارف منين دي معناها هناك ولا صفة ملكية ولا هما يكونوا على حسب الجملة لما قل لك يا جماعة ما قل لكم they're Egyptians هل معناها هناك لا أكيد معناها they are معنى كلمة Egyptians هتيجي بعد they are they are Egyptians فما تلاش إمتى دي هفهمها في الجملة ولا الكلام ده كله هيجي لك مع الوقت الواحدة فهذا لا محتاجة تفهم الcontractions دي اه طبعا ده مهمة جدا من غيرها مش هعرف أتكلم ولا هفهمهم بيقولوا ايه وانت بتتكلم ما ينفعش تقول I am Egyptian ما ينفعش Ahmed is Egyptian لا Ahmed's Egyptian Mona's Egyptian ايه ده يعني أربط ال S دي بكلمة Mona اه بس بتحط ال apostrophe دي تمام Mona's Mona's تكتب كده M O N A apostrophe S Mona's Egyptian على طول Ahmed's Egyptian بدلا ما تقول Ahmed is Egyptian يعني your انت تكون او انتم تكونوا we're نحن نكون their Egyptians الحاجات دي مهمة عشان تتكلم وانت بتتكلم ما بتقولش I am احنا مش في مدرس تمام الcontractions دي الاختصارات مهمة جدا وفي منها كتير طيب ال negative النفي برضو في contractions ممكن نقولك I am not بس لما جي بقى على هي وشي وإت والبقى ال subject pronouns انت ممكن تعمل حاقتين ممكن تقول he is not أو he isn't في المبتدئين نقول لهم اتنين واحد يعني عايز اقولك ان احمد مش مصري احمد ايطالي مثلا ما انت خدت بقى كلمة Italian وخدت Egyptian وخدت فعلي يكون وخدت subject pronoun he is not Italian أو he is not Egyptian he is Italian تمام وده الواجب اصلا انت علينا النهار بإذن الله يعني فانت ممكن تنفي ممكن تجيب he مع is وتختصرهم مع بعض وتجيب not لوحدها أو تجيب he لوحدها وتختصر is مع not بس بص كتابتها عاملة ازاي بشيل o من not وحط ما كان apostrophe وضمها تبقى كلمة واحدة مع is لكن الاصلة التعبير ايه he is not Egyptian أو he is not Italian هتبقى he is not أو he isn't طب she is not هتبقى she is not أو she isn't طب it is not هتبقى it's not أو it isn't you are not هتبقى you're not أو you aren't الاتنين هنقولنهما واحد يعني يعني ما تختصر subject pronoun مع verb to be وتجيب not لوحدها أو تسيب subject pronoun اللي هو ضمير الفعل يعني وتختصر فعل يكون مع not we're not هتبقى we aren't they're not they aren't فأنت في النفي هتعمل كده يا كده هنقولنهما اتنين واحد طيب تعاون استخدم verb to be أو be يعني مهم جدا انك انت وانت بتذكر تقرى الجمل دي مرة واثنين وثلاثة دي حاجة مهمة جدا التكرار ده مهم أو يليه لانه التكرار هيعلمك تستخدم اللغة صح وكمان هتركز على الصوتيات انك تنطق صح ده اديتك فيدباك عن الكامل دي كله وكمان مع الوقت تدى اتعدل في الجمل شوي احنا خدنا هنا وخدنا بي وخدنا الجنسيات وخدنا ان هنا معنا صديقي أو صديقتي ينفعل اثنين انت سوري وصديقك بيكون انجليسي وصديقه بيكون اردني هي بتكون المانية وصديقتها هي فرنسية وصديقتها بتكون المانية احنا مصريين واصدقائنا بيكون بريطانيين عايز تقول بس انت لو ده في الواجب انت كتتلي كاختصار وقلتلي هقولك لا ما عليش انت غلطان هنا انت مش كاتبلي الكلمتين انت كاتب اختصار فهي نفس المعنى واحد بس الفكرة انك انت مستخدم من الاختصار هم هولنديين واصدقائهم بيكونوا سويديين محتاج انك تكرر انا كل مرة اقولك تذكر ازاي هنا الجمل دي محتاج انك تقعد تكررها اربع خمس مرات تكرار بس مش اكتر من كده كل مرة طبعا كل ما ناخد محتوى احنا هنوصل ان احنا في حصص كلامات هيبقى فيها خمسين كلمة وكلمات مش سهلة بس قدام يعني احنا بناخد كل مرة حاجة اه اه مش كتيرة عشان تعلم على الوقت اه الفكرة ان احنا مش هنفضل كده ماشيين في حاجات سهلة يعني طيب هنستخدم برضو جمل تانية فيها اه اسماء الدول والجنسيات بس محتاج برضو انك تقرى الجمل دي مرة واثنين وثلاثة I'm from Canada I'm from Canada I'm Canadian I'm not American هنا استغمت ايه قلت انا من Canada from معنها من انا كاندي انا مش امريكي he's from Iraq he's Iraqi he's not Egyptian اقعد تقول لي he is هنا مفيش he is ولا مرة نقولت he is ده تدريب على الاختصارات she's from Greece هي من يونان she's Greek هي يونانية she's not Turkish هي مش تركي they're from Britain هما بيكونوا من بريطانيا they're British هما بريطانيين they're not French هما مش فرنسوين we're from Spain we're Spanish we're not German احنا من اسبانيا احنا اسبان احنا مش المان you're from the Netherlands انت من هولندا you're Dutch انت هولندي you're not Swedish انت مش سويدي من فضلكم هنقرى الجمل دي برضو اربع خمس مرات تبدأ هيفيد في ايه هيفيد ان هو practice على نطق الجنسيات واسماء الدول وبرضو على الاختصارات وعن نفي كمان هي منها منها كده ومنها كده طيب الاسئلة بص يا معا من البداية كده احنا مش بنستخدم الاسئلة كتكوين سؤال كجرامر يعني ايه قوعة تفتح اليوتيوب وتشوف فلان فلاني بيقولك تركب السؤال زي بالانجليزي لو خدت الموضوع كأنه قواعد من الاول هيفضل قواعد معاك ومش طعب تتكلم برضو وما لا اعمل ايه استخدم ال pattern النموذج يعني ايه is he Egyptian انا هنا عملت ايه ده سؤال فيه question mark عامت استفهام وحطيت بدلا ما ابدأ الجملة السؤال بدلا ما ابدأه بي لا بدأته بالفعل اللي ايه اللي هو بي is he Egyptian وشفتنا بريتي عملت ايه هل هو مصري yes he is no he isn't are they Italian هل هما ايطاليين yes they are no they aren't طب بنفس المبدأ كده هل انت يعني فهمت تركيبة السؤال البسيطة دي من غيرا ما تدخل في قواعد انا بس حطيت الفاعل مكان الضمير بس كده هل تعرف تكون سؤال هل تعرف تكون سؤال واثنين دلوقتي طب ايه رأيك انك من غيرا ما تكتب حاجة تقعد تكون خمس ستة اسئلة ارجع للسلايد بتاعت ايه ثانية واحدة ارجع للسلايد دي وحاول تكون اسئلة طبعا انا هسأل نفسي انا مصري هحط مكان i am i Egyptian وحط هل ينفع تكون اسئلة على الجمل دي بنفس الطريقة كده هتحط بس الفاعل مكان الفاعل سواء الفاعل ضمير او احمد يعني سواء هي او احمد از احمد ايجيبشن تمام بس مش طالب انها كتنا من كده الوقتي النهاردة هنتكلم برضو على النطق 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 ده جزء اساسي من الكورس وهو يعني هيكمل معنا فترة يعني احنا في المبتدين هناخد شوية حلوين بس في المتوسط بقى الموضوع ايه لما يعني لما نعالج موضوع الناس اللي خايفها من اللغة والانجليزي صعب وكام ده كله نبدأ بقى ننتوسع في المتوسط بإذن الله عايزين نتكلم النهاردة على حاجة اسمها المقاطع الصوتية السيليبل ده جماعة هو وحدة في النطق في الانجليزي بيبقى فيها فاول ساون صوت متحرك الصوت المتحرك ده بيطلع من الحلقة على طول يعني زي ا ا ا ا ا ا بيطلع من غير اشتراك اللسان زي تي ا اتش مثلا بتلمز اسنان لا الفاول مش كده خلص الفاول بيطلع من جوه على طول السن هنا كان ليه اي علاقة بالموضوع لا خالص طب مهم ليه اعرف الكلمة فيها كم مقطع صوتي لما تعرف عدد المقاطع في الكلمة هيساعدك انك تنتقى صح هتعرف ان فيه كلمات انت اصلا بتنتقها غلط خالص ونطقها مش كده لانه الضغط والتركيز على مقطع من المقاطع دي بيدي معنى غلط او معنى مختلف يا دا يا دا زي مثلا ما حد يحجز كورس المتوسط معي يقول لي ما يقولش انترميديت يقولي انترميديايت شفت الفرق عمل ضغط على موقع ايه على مقطع مختلف انترميديايت ما فيش حاجة اسمعها انترميديايت خالص هي انترميديايت مش ميديايت تمام فلما تعرف فكرة المقاطع الصوتية والضغط على المقاطع الصوتية والكلام دا هالثاني نطقك بيتحسن بسرعة وبتفكر أسرع في موضوع الصوتيات يعني طيب على سبيل المثال كلمة تشاينيز هي مقطعين صوتيين بس في الأول هتجد صعوبة انك تعرف تحدد الكلمة كان مقطع بس خلي بالك هي مش بعدد الحروف خالص الصوتيات مناش ضعب الحروف مش مرتبطة يعني مثلا ايه الكلمة فيها ست حروف يبقى فيها ست أصوات لا لا خالص ممكن يبقى فيها صوتين اتنين عادي يعني تشاينيز الفكرة كلها ان كل مقطع صوتي هو عبارة عن صوت متحرك ممكن يكون معاه خمس حروف تمام فانت بتعرفها من حركة الفم حيث انا ببزل موجود عشان انطق صوت تاني فانا ببزل موجود عشان انطق صوت تاني فاول يعني يبقى انا كده مقطع داخل في مقطع تاني تشاي نيز تشاي نيز اهو تشاي دي مقطع ونيز ده مقطع تاني تمام عرفت منين عشان ده فاول ساون اي ده كتبته في الصوتيات لسه ما خدناشك كمنا طبعا نيز ده برضو ال اي هنا ده فاول ساون مش ال اي اللي في الاخر دي طبعا الكم ده هنفهمه مع الوقت انا بس عايزك تاخدها كده بالسنس دلوقتي جابانيز جاب اه نيز طب دي مقطع صوتية ليه هو ال اه دي الوحدة ده صوت اه جاب جاب خلاص مقطع انتهوا ينفع اقول جابا كمقطع صوتي واحد لا ازاي ما انت قلت جابا يبقى كده مقطعين ها هو جابا جابا فانت بتبزي المجودة عشان تنطق مقطع تاني جابانيز تمام فهي مش جابا هي جاب اه لوحدة نيز سودانيز سودانيز سو دا نيز طيب راشن الكلمة فيها كام حرف فيها سبع حروف بس هل معنى كانها ممكن يبقى فيها اصوات كتيرة فاولز لا بس هي را الوحدة شن را شن طب سؤال اه فكروا فيه كده بسرعة معي على البس المباشر مايكل كام مقطع صوتي مايكل 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 مقطعين مش ثلاثة ماهو ماي مقطع انتهى هو الوحد انتهى هو خلاص اتناشر لا مش اتناشر ازاي مافيش كلمة فيها اتناشر مقطع صوتي تمام مايكل مايكل اوكي طبعا انا مش طالب منك ان نكتبها صح من تاني حصة من التديين يعني الكلام ده الصوتيات هتاخد وقت معنا شوية يعني بس انا طالب ان احنا نفهمها تمام يعني مع الوقت واحدة واحدة كده مايكل يبقى مقطعين صوتيين تمام طيب ايجيبشن الاي لوحدها يا جماعة ده صوت لوحده اي جيب شن ايجيبشن الاي اصلا خلي بالك المقطع الصوتي ممكن يكون فاول لوحده كده عادي اوكي لانه الكم حرف اللي بعديه دول فيهم فاول تاني تمام فمش هينفع يبقى المقطع الصوتي فيه اتنين فاول ماينفعش هو مقطع صوتي واحد واحدة في الصوتيات واحدة ايجيبشن طب سبا نيش سبانيش مقطعين سبا نيش بريتش مقطعين بريت ايش ايش لوحده ميكسيكن ميكس اي كان مقطعين لا ازاي انا مش مقطعين ازاي ميكسيكن مقطعين ميكس اي كان لا ده ازاي تلات مقاطع مش مقطعين طيب برازيليان اه برا زل ي ان برا زل ي ان ما تلقاش لو انت مش عارف تجيبها ما تلقى عادي جدا عادي احنا لسه في تاني حصة في المبتدئين انا بديك بس مقدمة عنه برازيل برازيل مش بس برازيل طبعا بالعربي يعني ده انجليزي مش عربي برا زل اميركن ا لوحدها عشان مير فيها فيها بصوت فاول ا امير اي كان ايجيبشن الايل وحدها برضو وبعد كيها ايه ايجيبت انا اسف ايجيبت مش ايجيبشن ايجيبشن ايجيبت ايجيبت جيبت عطول وحدها كات وفات ومات والحاجات دي كلها فيها فاول ساوند واحد بس فالكلمات الصغيرة دي بتلاقيها فيها مقطع واحد بس اوكي محد الشيء ل الموضوع ده يعني مش هيجي من اول مرة كده اوكي يعني مش هيجي فين من اول مرة كده زي ما قلنا هنا اه مايكل امام فيها مقطعين ماي كل اذا ممكن الخمس حروف دول فيهم ست ذاول واحد اه ماي كل كل بس ال مايكل محمد بالانجليزي مو هم اد محمد تلات مقطع صوتين مو هم اد محمد محمد يعني تمام طيب بي حاجة تانية برضو عايزين نتكلم عليها اه ليه علاقة بالموضوع المقاطع الصوتية وما انتلاقوش الكامده هنتكلم فيه كتير قوي في الكورسات معانا بس احنا محتاجين ناخد عنه مقدمة فقط مش اكتر الانجليزي زي اللغة التانية بيكون فيه سيليبل واحد مقطع صوتي واحد بنعمل عليه ضغط يعني ضغط بننطقه بشكل اطول وبشكل اعلى النوره اعلى وده هيفيدنا في ايه زي كلمة تشاينيز الضغط على انه مقطع جماعة عايزين نفتح للشات كده هل هي كلمة فيها مقطعين هل بضغط على الموقع الاول والتاني المقطع الاول والتاني هل قلتلك مثلا لو انا قلت الضغط على انه مقطع جماعة على المقطع الاول بس ما فيش كلمة في الانجليز اسمها كده فانت لما بتعرف الضغط على انه مقطع هتعرف انطعها صح دي الفكرة كلها تمام عندي اجزامبل مشهور قوي ومهم الفرق من كلمة graduate او graduate يعني و graduate الفرق في الفعل في يعني verb و ان ليه نون اسم يعني الفرق انك انت الكلمة دي نطقها ممكن يبقى فعل وممكن يبقى اسم لو انت قلت graduate مش graduate ها الضغط على ايه graduate هل ضغط على المقطع الاول graduate ها هل في ضغط على المقطع الاول هنا graduate graduate طب graduate graduate فيها ضغط على المقطع التاني graduate شوف wait graduate ده ضغط على المقطع التاني هنا تمام عمل ايه المقطع التاني هنا يا جماعة ده بقت فعل لو قلت graduate شوف بقى خطفت المقطع التاني بس ضغطت على الاول graduate مش graduate فانت كده بقت اسم فانت لما تعرف الفرق في النطق بين المقطع الصوتية الدنيا هيتحسن معك جميل جدا نتعرف تنطق طبعا الكلام ده زي ما قلنا هنتكلم فيه كتير في الكورسات ما تلاقوش يعني بس بناخد مقدمة تمام كلمة Brazilian مثلا المقطع هنا اتضغط هنا على المقطع التاني تمام لكن لو ضغطت على مقطع مختلف الكلمة هتطلع مختلفة كلمة زي Japanese اتضغط على الايه المقطع الأخير زي Chinese تمام فلما بتعرف المقطع اضغط عليه زي يعني فين في الكلمة هتلاقي ان الكلمة بتطلع صحة ما بيش كلمة اسمها Intermediate خالص Intermediate مش Mediate تمام طب سودانيز اتضغط على المقطع الأخي Russian هل بقول رشان هل أنا قلتها رشان لا قلت رشان خطفت المقطع التاني لكن ضغطت على المقطع الأول Egyptian بينا قلنا Egyptian مقطع الأول عادي ضغط شوي ضغط يعني بتنطه أعلى وأطول Spanish هل قلت Spanish مثلا سبانيش بريتش طب فيه سؤال ليه بريتش مقطعين تمام لأن عندي بريت إش احنا طبعا لسه ما خدناش الرموز الصوتية خالص الفاولز والكام ده فطبعا الكام ده كله هيبام مع الوقت زي ما احنا بنقول احنا بناخد بس مقدمة لل يعني للفكرة بتاعت السيلابلز والسترس وكده لكن هي الكلمة دي فيها تو فاولز لسه ما خدناش بس هناخد ان شاء الله الكلام ده كله ميكسيكن هل قلت ميكسيكان ها ميكسيكن ضغطت على المقطع الاول مش ميكسيكان ميكسيكن برازيل مش برازيل برازيل الضغطين على الزل امريكان ها الضغطين على الثاني ايجيبت زي ايجيبشن برضو وطبعا قلنا كات وفات ومات والحاجات اللي هي ايه ام الكلمات اللي هي تاعت حروفه كده بيبقى فيها فاولز ساوند واحد يعني هو ضغط يعني ما فيش ضغط ما فيش اختيار يعني مايكول مايكول شوف كول مخطوفة ازاي محمد محمد شوف اد محمد محمد تمام اتضغط على المقطع التاني الفكرة دي انا اتكلم معنا كتير مش عايز حديه طيب ايه الفرق بانما اقول I love you و I love you ونتحس النموة واحد ايه الفرق انا بحبك خلص ايه الفرق يعني واحد بسا بيقول للمراتو انا بحبك تمام او انا بقول لحمد صاحبي انا بحبك ايه المشكلة طيب الفرق كبير الجملة نفسها ممكن يكون فيها ضغط ودي حاجة هنلاحظها مع الوقت كلما يعني بعد ما ناخد الاساسيات هتبدأ تركز في الحياة اللي هي ايه ممكن ما تعافش تركز فيها في الاول العقل مش مستعد انه نركز فيها في الاول I love you مثلا تخيلوا موقف كده ايه انا عايز اقول لحمد انا اللي بحبك وسط صحبنا مش هما اللي بيحبوك هما بيكرهوك وبشتمو فيك يا احمد والله انا اللي بحبك يا ابن I love you مش هما تمام فهنا ضغطت على I I ضغط هنا I هنا اتطاعب بشكل ايه اعلى شوية I love you تمام لكن اقول لك I love you مثلا واحد ايه خطبته بتشك فيه ولا حاجة ان هو ايه يعني يعرب بناتو كده فبيقول لها لا 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 خالص والله انا بحبك انتي ما بحبش حد تاني في الدنيا I love you تمام اوكي فشفت الضغط على الكلمة المختلفة I ادت معنى انا اللي بحبك مش حد تاني I love you انا بحبك انت مش بحب حد تاني او بحبك انتي مش بحب حد تاني كده يعني اوكي فحتى الجملة نفسها فيها ضغط الجملة في اللغة الانجليزية ممكن يكون فيها ضغط تضغط على كلمة تقولها بشكل اعلى شوية عشان تدي معنى مختلف فتخيل بقى المعنى مختلف ايه حاجة انا اللي بحبك مش هما I love you انا بحبك انت مش بحبهم هما فالمعنى اختلف خالص والحاجات دي بقى فيه منها كتير في اللغة الانجليزية التون برضو يعني ايه التون النبرة اسمعوني كده جماعة what are you talking about وانت بتتكلم على ايه what are you talking about شوف انا رابرتي عاملة ازاي تحسين رابرتي فيها يعني ايه نرفزة شوية انت بتتكلم عن ايه عام برضو الانتونيشن يا جماعة اللي هو النبرة هنقولها بس ان كلمة تون وانتونيشن هما اتنين واحد يعني النبرة بتعلق وتنزل زي العربي هو بقول لما اجا تخرق معاك لا مش تهديد انا متنرفز وانا متنرفز اقولك انت بتتكلم على ايه يا احمد اكيد لا اقول لك what are you talking about انت بتتكلم على ايه او talking بالامريكان هل انت مصري هل انا متخدر ما عنيش نستر عبدالرحمن ناسب بس لازم اوضح النقطة يعني هل السؤال في ناسا ما بتيجي تسأل السؤال تقول لك are you Egyptian بيتكلموا كده لا ماينفعش خالص غير النقط غلط ماينفعش انك وانت بتسأل السؤال النبرة بتعلق وتنزل are you احمد انت احمد زي العربي no i'm not ahmad i'm his friend michael i'm from egypt but my friend ahmad is canadian اه هي مش مقطعين هي i love you دي جملة انا بطلت على كلمة مختلفة عشان دي معنى مختلفة عشان دي معنى مختلفة his father علي is Egyptian anyway his wife is not Egyptian شوفوا الفرق من طريقة الكلام دي وانا انا اقول لك ايه i'm from egypt but my friend ahmad is canadian his father علي is Egyptian anyway my wife مش عارف ايه ما حدش بيتكلم كده جماعة خالص تمام الفكة ان انا محتاج اسمع هما بيتكلموا ازاي وانا برضو دي حاجة يعني وانا لما نوصل في نحن ناخد القصص في الكورس هقرارك القصة بنفس الاسطوب عشان تاخد بالك من الحكاية دي تمام i'm from egypt مش بقول i am from egypt وكمان خلي بالك ان دي فيه ناس بيحطوا pause يقفوا بعد كل الكلمة i am from egypt but my friend ما حدش يعمل كده خالص خالص دي حاجة هنعرفها في الكورس برضو ليه التون دي التون وطريقة الكلام النبرة بتعلى امتى وتنزل امتى طيب تعالوا نشوف بالقراءة طبعا امالية اه 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 بالتعود موضوع pause يا جماعة بتيجي من امتى بتيجي ان احنا اصلا مرس اللي هو خالص تمام بعد اذنك لو كلمة او مرت عضلها ممكن رعف المقاطع اللي فيها اه طبعا مستر كي مفتح القموس بتعرف اه امالية في الاول كدهنا بنعمل كده نفتح القموس لغاية بس ان ما ندرس الصوتيات نفسها بعد كي هتعرف تحديتها من غير الكاملة ممكن توضح امتى بنحط القمع لا لسه قدري لسه قدري بص سمع انا عايز اقولكم ان احنا يعني انتو في المبتدين الناس اللي بيكمل معنا متوسط بيبقوا 70% الباقي ما بذكرش ما ذكرش فمش عافي كمل يعني كل حاجة هناخد هناخد والكتابة والصوتيات هتخلص كل اللي انت محتاج تعرفه في الصوتيات هتخلص كل اللي انت محتاج تعرفه في الكلمات فالفكرة ان احنا يعني انا هجاوبك على كل اسئلتك بس واحدة واحدة step by step يعني وهناخد قصص وهناخد كل حاجة بس من فضلكم واحدة واحدة طيب عايزين نعمل exercise مع بعض هتكتب لو انت بتشوف الكورس مسجل من فضلك بعد اما انا يعني اول الجمل انت ممكن توقف في الفيديو وتعرف الضغط هيبقى على اول جملة وقتاني جملة في كل نقطة من دول تمام فممكن توقف في الفيديو وتحاول تشوف انا ايه او انت تخمن يعني عايزين نشوف الضغط هنا على فين اول جملة وقتاني جملة how are you how are you how are you how are you الضغط على how انا قلت are you على طول لكن قلت how عدت فيها ايه النبرة عليت فيها تمام فبقى كده ايه اول واحدة ليه على هام طيب I'm fine thanks طبعا المعنى يختلف خلي بقى كده مش موضوع صح وغلط الاتنين صح هنا بس الفيديو عايز اوصل ايه هل عايز اوصل ان انا كويس وبشكرك وخلاص يعني مثلا انا تعبان وانت جاي توسيني فاقولك I'm fine thanks يعني فانت عايز تقول ايه تمام فاقول I'm fine thanks انا اتكت بشكرك على thanks بشكرك والله يا احمد انا كنت سألت علي فالضغط على التاني تمام طب رقم 3 بصوا بقى رقم 3 دي هديكم موقف كده ايه كوميدي شوية انا بقى حد ايه رحت لأحمد صحبي فاللهما اللي حسد يعني احمد قاعد في مكتب كده جماعة ايه مكتب وهمي تحسن مكتب بيل جيتس وده شركة كبيرة فاقول له ايه so this is your office اللهم على حسد يعني بقى ده عربي بقى تمام ده مكتبك يا احمد ايه يا ابني انت بتاخد كان في الشهر تمام دي ايه الجملة التانية صح this is your office بجد تمام طيب موقف تاني انا بقى حد مغرور كده ورايح لأحمد يعني أحمد موظف قلبان في الشركة فمكتبه بقى وحش خالص مدينه ديسكي كده صغير فبقول له ايه so this is your office ده مكتبك وتحسن انها غرور بقى فهمت ده مكتب المنظر ده بتاعك انت ده مكتبك فيهمتوا شفتوا المعنى جماعة عمل ازاي اتضغط على كلمة this و your المعنى اختلف خالص فيهمتوا الفكرة اوكي this is your office غيرا ما اقول ايه this is your office ده مكتبك انت بجد يعني تمام فالمعنى اختلف خالص this هنا انا بديكم موقف ان انا شفت مكتب اه تهكم بالزبط ده مكتبك انت ده ده المكتب اللي هو الوحش ده قوي تمام تحسنك عايز تشتمه وانت بتقول له اوه اصلا تعتبرش تيمة بصلاح ايان تمام لكن ما قلت له ده مكتبك انت وتحس ان دي فيها حسد مثلا انا بديكم موقف بحاول بس انا بديكم موقف كوميدي كده صعبة طبعا شوية صعبة التطبيقة لا التطبيقة بصي مع الحاجات دي هي بتيجي مع الوقت بدون ما ما بناخدها في الايه يعني في المبتدئين احنا مش هناخد الحاجات دي كأنها جزء من المخاضرة هي كده كده هتجيلك مع الوقت لوحدها تمام بس هناخدها امتى بقى الحاجات دي بالذات هناخدها في الجزء التاني من متوسط بعد ما نخلص كل رموز الصوتية وبالزبط يا مستر العمار من استماع ما بتعرف خلاص هناخدها نخلص يا مع ما تلاقوش فاضل دقائي دي تنتهاتة يعني تمام جودييفنين بالزبط الكلام في العربي بيختلف بالزبط عارفك يا جماعة الحاجات دي بالمنطق بالعربي برضو الحاجات دي بالعربي برضو موجودة يعني هي تاني واحدة مضبوط طيب شوفوا هنا بقى هل الضغط هيكون على تو على حرف الجار وعلى الضغط على الكلمات ضغط عمره ما يكون على حرف الجار بشكل عام يعني الضغط على التاني تمام اوكي طيب انا حاولت تديك الموضوع بشكل الكوميدي شوية عشان مهم جدا انك تعرف موقف تستنى في الجمل دي أستاذ أحمد يقول أنا كده كده أسلوبي هادي جدا في الكلام بحاول أضطط على أي كلمة مش عارف هتيجي مع الوقت ما تلاقش مش فاهم رقم خمسة رقم خمسة nice to meet you يعني سعيد إن أنا أبنتك يعني فأنا مش بضطط على to ولا بضطط على and ولا الحاجات دي خالص الضغط يا جماعة بيبقى الكلمات المهمة في الجملة مش على حروف الجر والضمائر والحاجات دي بالنسبة يا جماعة للأفلام والحاجات دي ما بلاش دلوقتي خالص ما تضعوش فيها وقت كم ده بعد المتوسط طيب عندنا آخر حاجة بس في الحصة النهاردة بعد كده خلاص هقول لكم الواجب آخر حاجة خلاص هسيبكوا تمشوا بعدي نقط ال-R في اللغة الإنجليزية إحنا نأخذ حاجات في المبتدئين وهنكمل في المتوسط حاجات تانية ما تلاقوش يعني أنا أعمل لكل كورس حاجات معينة طيب أستاذ محمد بيسألني بيقول لي كلمة play كم مقطع إيه رأيكم يا جماعة كلمة play play كم مقطع صوتي مقطع واحد إيه فيها صوت اسمه play هو صوت واحد مكاومة من صوتين بصوا الكام ده كله هناخده في الكورسات معايا ما حدش شيء لا بس بناخد حصة حصة يعني انت خال انك انت من المبتدئين لغاية المتوسط انت معدي مئة حصة فأنا مش هينفع شروح لك كله في حصة واحدة أكيد يعني انت بتكام على كورس كبير جدا يعني مدته تسع شهور ككورس كامل يعني كله على بعض طيب إحنا مننتقى الر لما بيكون في فاول ساوند بعدها على طول تمام روشا في فاول ساوند بعدها كلارا امريكان إحنا منتستفاد إيه من المقاطع بصنا نعم المقاطع الصوتية لما بتعرف عددها في الكلمة هتعرف النطء بتاع الكلمة الصحة هل بقول انترميديات أنا مايكل عايز أخش معك كورسر انترميديات لا انترميديات فلما تعرف عدد المقاطع ونطقها السترس على أنه مقطع فيهم هتعرف نطق الكلمة صحة ودي حاجة هتبان مع الوقت خلي بالك اللي خدناه نردها مقدمة بس هنبدأ معها من حصة الجاية نمسك إيه الأفعال لوحدها والأسماء لوحدها والصفات لوحدها وهتحس إن الكورسر بدأ يبقى مركز كل حصة بنمسك عدسة ونفضل نفسس الحاجة فلما بكون الار بعدها حرف متحرك بننطقها عادي تمام ببننطقش الار خلي بالك في البريتش إنجلش مش في الامريكان الامريكان الار لها كم نطقة أصلا تمام أنا بكلم دلوقتي بس إيه إحنا كده كده في المتوسط بناخد الأمريكان الإنجلش يعني تمام في البريتش بس عايزة تديك في المبتدئين عايزة تديك بس ملحوظة يعني إن البريتش مش بينطقوا الار تمام لو فيه كونسلان ساون صوت ساكن بعدها على طول أو ما فيش صوت بعدها على طول تمام يقول لك إيه فاظة مش فاظر زي الأمريكان شوف الفرق طب هتفرق تعلم أمريكان وبرتش بصوا يا معنى هو كده كده وإنت بتعلم إنجليزي في البداية مش فارق أمريكان وبرتش خلي بالك مش فارق هيفرق إمتى إنت بتتعلم لغة اللي هي الانترناشنال إنجلش يعني هتفرق بقى قدام إنت عايز تكمل بالنطء الأمريكي ولا النطء البريطاني بس إنت في الآخر واحد مصري أو عربي فيعني إيه مش هتنتقى زيهم بالزبط خلي بالك أنا شخصيا كل الشهادة اللي معايا في التدريس والآيلس وكل حاجة خدتها بريطاني بس أنا بحب الأمريكان إنجليش جدا تمام انت ممكن العكس والفكرة إنها في الآخر لغة واحدة بس على حسب ما هتعود ودنك تسمع إيه ولازم تسمع الاثنين مينفعش أنا بسمع أمريكان إنجليش قابل واحد إنجليزي يقوله معلش مش أتكلم معاك أنا ما بتكلمش بريتش إنجليش ما هو كلها لغة واحدة تمام الأمريكان يقول لك إيه father والبريتش father شوف الأرواي كانها مش موجودة طيب هنتقل لكم الكلمة اللي جاية أقوله أمريكان أو بريتش اكتبوا الأي أو بي أمريكان بي بريتش تيتش تيتش بريتش طبعا طيب كلمة زي مثلا water water أمريكان بالضبط لكني أقول لك water water بريتش تمام تمام cha cha british لك يقول لك chair american أوكي تمام فالمهم طبعا بصة وكله مع الوقت هيبان وهتعرفوا أنتو يعني أنا شخصيا شايف إن الامريكان إنجليش مسيطرة سيطرة رهيبة جدا لدرجة إنك حتى بتلاقي إن بعض الكلمات في انجلترا بينطوها يعني أحيانا واخدين تعبيرات منهم كتيرة يعني في بعض الأماكن بس الإنجليزي للأمريكي مؤثر جمي جدا تمام إحنا كده خلصنا خلاص ما فيش روح خلاص أوكي بسبب الأفلام بالزبط يا مساء العمر بالزبط طيب ينفع روح دي الكلام دا ده بص يا معا بالنسبة هنتكلم مثلا على الإيلز الناس اللي بيتكلموا بيعملوا في الـ غالبا ممكن ياخدوا نص درجة أقال أو الحاجة غالبا يعني مش شرط الفكرة أن أنت ماينفعش مثلا تنتقل القرف كلمة ومرة تانية يعني تقول لي مثلا إيه ماي سيستر وماكي تقول لي تيتشا يعني 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 ماينفعش يعني كمام عمرك هتقبل حد في مصر مثلا في الصعيد بيتكلم صعيد يوم جاي متكلم مثلا دمياطي معه يما بيتكلم بورسعيدي ودمياطي يما بيتكلم صعيد مثلا يعني مش هتلاقي عمال يعمل ميكس مش منطقي يعني فأنت الكام ده كله هيمان في المتوسط لأن احنا بننكز على الأمريكان إنجليش بس في الصوتيات فلو عملت براكتس في المتوسط معي هتتكلم أمريكا الإنجليش بس دي الفكرة كلها الواجب بتاع النهاردة هتكتب عن ست أشخاص تعرفهم أو تخيلهم بقى براحتك بيستخدم 24 جنسية ازاي أنا كلم عن صاحبي أحمد هكتب جملة وهسجلها على الواتساب برد في رسال صوتي هقولك احمد اول جنسية انا بتكلم عن صاحبي أحمد قلت ايجيبشن احمد بيكون سوري و هو من دمشق خلي بدك دا كلها يعني كم جملة عن احمد بس شخصية واحدة في ناس بقى بتعمل حاجات غريبة في الواجب دا جدا يجيبوا جنسيات ما لاشي علاقة ببعض خالص يقولك دا مش ياباني دا مش عارف هندي و يعني حاجات ما لاشي علاقة ببعض حاول لما تيجي تكتب الاسسايمين دا أو الهومورك دا حاجات منطقية هات شخص فعلا تخيل شخص فعلا و حاول تكتب عنه أو حد تعرفه وتكتب عنه استخدم بقى بدل ممكن مثلا أي حاجة يعني حاول تنوع في ضمائر الفاعل وصفات الملكية استخدم their son her daughter أو daughter بالبريتش انجلش her husband his wife حاول تستخدم الحاجات اللي احنا خدناها النهاردة كبراكتس انك تعمل الاسسايمين دا الهومورك دا هتكتب عن ست شخصيات كل شخصية فيها أربع جنسيات تمام وتسجل الملف الصوتي لكل جنسية تمام ممكن تكتب دا عطول على الواتس يعني ممكن تكتب الكام دا عواتس بس من فضلكم بلاش كتابة بالورا خالص يعني اكتب الكام دا كله على الواتس كده على طول وسجل الملف الصوتي وبعد التانية والتالتة ولغاية ما تكمل ستة تمام أتمنى الحصة يكون عجبتكم وان شاء الله هرفعها بعد الضغط على طول معايش الضغط بيتأخر شوية الحصة بتبقى طالعها كبيرة فبدغطها وبرفعها على الواتس عن إذنكم ونشوفكم على خير ان شاء الله المرة الجافة معدنا بإذن الله عن إذنكم سلام عليكم